اشتركوا في القناة ورقي إلا بعد انتهاء التقدم ألكتروني ركزوا في الحتة هيتم إسلام طبعا ملفات طبعا تقديم من 1-6 لغاية 30-6 الإسلام من الملفات هيبتلي من 1-7 لغاية 31-7 وخالي بالك لا يجوز النزول بالسنة عن 6 سنوات وقال لا يزيد السنة عن 9 سنوات أما بالنسبة لأولوية القبول يلحق المقيدون بفصول رياض الأطفال إجباريا للصف الأولى طبعا ده رياض الأطفال في المدرسة فبتحول إلى أولى ابتداء وفي أولوية تانا لمن لهم أخوة بنفس المدرسة والأقرب سكن لهم في جميع الأحوال يا جماعة يجب مراعاة تقارب الكسفات بين المدارس داخل القرية الوحدة أو مربع السكن اللي انت عيش فيه ويحضر جمع تبرعات مالية وركزوا على الحتة يا جماعة لأن في ناس استقلاليين في الموضوع يحضر جمع تبرعات مالية أو مواد عينية منعا للمسائلة القانونية وعلى الطالب الوافدين اللي جاي من بر تقديم أوراكل تحقق أبنائهم إلى الإدارة التعليمية لمراجعة المستندات ده كان خبر سنة كده لكل اللي عاوز أقدم لابنه في أولى ابتدائي ده كان طبعا خبر بتبقى فرحة لما ابني خلاص كبر ويدخل خلاص أولى ابتدائي بقى بتبقى فرحة جميلة رب يسعد ولادنا كلهم وتبقى سنة خير عليهم ويكون بداية كويسة جدا ويا رب قولوا دايما يا رب العالمين ودايما اجتهدوا عشان يكون لكم أبناء كويسين واعلموهم كل حاجة حلوة بلاش نقس على أولادنا في بداية عمرهم عشان نقدر نعدي بيهم إلى بر الأمان لكان خبر سريع كده على التقديم للصف الأول الابتدائي انتظرونا إن شاء الله في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال أندلس أول بأول هتلاقيكم لانتعاوزوا في طبقنا أجيال أندلس وعلى موقعنا الرسمي أجيال أندلس وعلى قراراتنا الرسمية أجيال أندلس وأجيال أندلس من لوعاته فور كيتز سيبكوا رابط أسفل الفيديو انتظرونا في كل جديد وأكيد كان معكم مسامة رزيزي مؤسسة أجيال الأندلس في أمان الله